موسيقى كثير مننا بينطروا كل سنة إصدار كتاب جنس للأرقام الإياسية اللي بتضمن إنجازات مدهشة من كل المجالات لأشخاص حبوا هني واحدهم بس يتميزوا بصفة بمهارة أو حتى بموهبي ويتسجل اسمهم بالتاريخ ضيفنا هلأ مشاهدينا سجل الرقم الإياسي لموهبي أكيد ما بتخطر على البال قدري جر شاحنة النقل بيبلغ وزنة 13 طن ونص بيخسلي من شعره Believe it or not صدقوا أو ما تصدقوا راح نشوف نحن بالصورة مع ضيفنا مارون الرياشي أهلا وسهلا فيك مارون أهلا فيك وصباح الخير لألكم لجميع المشاهدين وفريق العمل شرفتنا بستوديويتنا ومبروك الرقم الإياسي الغير رسمي نحن بانتظار التوسيق الرسمي ولكن هو بالفعل رقم إياسي يمكن لأول مرة بيصير لأنه أنت حققت هالإنجاز بطريقة مختلفة عنه اللي سمعنا عنه سابقا هل في رقم إياسي موجود اليوم باللي أنت عملته؟ لا في رقم لشخص هندي سابق وحكيت عنه صرت حاكي عنه كتير يعني نعم الهندي يمكن لقى دعم من دولته أو حدا بدولته ونحن بلبنان عادة نفتخر دائما أنه لبنان ولبنان وأبعرف أنا وصلني خبر أنه هون بلبنان أحد المسؤولين الوزراء اللي هو معنى أنه يدعمني بيقول أنه ما خصوا يعني أنا مفروض وزارتان أنا يعني أول شي عم باين وجه لبنان عم نرفع اسم لبنان عنديك وزارة سياحة وزارة رياضة بس عم لقى دعم من برات لبنان خلينا نعرف شوي قبل ما نحكي عن معاناتك والصعبات اللي وجهت نعرف شوي المشاهدين عنك مارون وعن بدايتك يعني هالهشرية اللي عندك هالحب للتحدي والتجارب الخيرقة اللي عندكها أنت وردتها نوعا ما من والدك اللي هو كان بيدوره عنده قدرات خيرقة كان ملقب شمشوم والدك شمشوم لبنان باي طانوس رياشي الله يرحمه وعطاكم عمره من ثلاثة شهر الله يرحمه وكمان توفى بحد السار اللي صار بالبوار نعم وكأنه بطل لبناني عالمي طانوس رياشي كمان ما صار في الشي نعم يعني أنه بطل رأح من لبنان وما حدا حكي فيه الله يرحمه مارون خبرنا عن الأدرات اللي كانت عنده شو القشة اللي كان يعمل ايه عنده يعني كان يكسر صخور بأيدي بيتعوش حديد بيربطوه بالجنازير بأطشة بشت كمينات بكمان بيخسلي من شعره كان يأكل أزاز كمان لا لا هادي مانا قوة أكل أزاز يعني أنا كان عمري 12 سنة بس أكلت أزاز عيط علي قال لي هاي مش قوة انت لي كنت تاكل أزاز أنا عملك عمري كانت شي 12 سنة جربتها وقال لي مش قوة يعني هو كمان والدك كان يجر شاحنات كان يجر شاحنات وأهم من شاحنات كان يوقف الكاميون دوبالجونت عن تقليع مارون انت وصغير لما كنت تشوف يالدك عم بيحقق هالتجارب والإنجازات شو كنت تقول براسك واو باي شو بطل أو شو هالمجنون لا صراحة كنت حب اللي بيعمله يعني كان شي زبني يعني شي غريب إنه إنسان عم يعمل هالشغلات على هو باي يمكن أنا تعودت بس العالم يمكن كمان بتشوفه بنظرة تانية بس لا وكنت حب اللي بيعملون طيب في مشاهدين عم بيحضرونا مارون وعم بيقولوا بينه وبين حالهم ما عم بيصدقوا اللي عم بيسمعوه خلينا نفرجوهم بالصورة حتى يصدقوا ومينكمل حديثنا باديك تعليق على شو عم نشوف هيدا الكميون اللي وزنوا 13 طون ولموس هيدا كانت كمان بروفا عفكرة يعني كنا عم نعمل بروفا وصورنيها هيدا باللبنان مارون هيدا باللبنان وصورني كمان شارب العضاني كنتو بتسوار؟ نعم فنحنا دايما بدنا نعمل بروفا لنأكد انه فينا نعمل هالشي ولا لأ يعني اذا رحنا على اي بطولة اي شي بدنا نكسره فمنعمل على بروفات فهي بنشوف بل بروفا انه بنقدر بننجح ما بننجح بشو بتربط شعرك مارون حتى يتثبت بالشعر؟ هي ملزمة خصوصة معبولة بيركبوليها بشعراتي وبالجنزير ومنربطها بالكميون محطوطة الشيح لي محطوطة على نوترل؟ على الان يعني؟ ام باومرا باللبنان وعملنا على الطريق العام يعني السيارات عم تقطع حتى لا حدا يقلنا في خضعة او في شيء او في العالم تصير توقف تتفرج هلا اغلبية فيه ناس تصير تصورني يمكن ما بينات شو التعليقات اللي كنت تسمعها؟ الله معك يا بطل الله يحميك الله يعني كانت تشاجعك هالتعليقات؟ فيه ناس بتشاجعه فيه ناس بتحبه بتتحمل تشوفه ناس ما بتتحمل تشوف اللي عم بعملوه فإذا انت شفت والدك عم بيقوم بهالتجارب الخارقة ونجزبت لهالأمور بشو بلشت انت وقديك ان عمرك؟ انا من انا وصغير كان اذا بيجعني رأسي بيحملوني عن الارض بشعري بيك هلا بعرف انت وصغير كان يشقلك بشعرك؟ مش بس يعني فيه اولاد جيراننا هيك اكبر كمان؟ كنتوا تلعبوا سوا هيك؟ لا انا كنت لا هلأ يعني عندي قصير فاليوم اذا بيجعك شعرك كمان بتطلب من ابنك يشدك؟ مش بيجعك رأسك أول شيء بعدني اعزب اه؟ اوكي بيك لكن كان يشدك بشعرك انه في عندي اصدقاء مثلا كانوا اكبر من اولاد جيراننا انه اطلب منهم انه كانوا يرفعوني عن الارض يعني انه شباب انا شو القشة اللي تبنيتها من بيك بالنسبة لهالتجارب؟ يعني انا اكتر شي مركز عن موضوع الشعر فبشعري يعني مثلا بالغرة سحبت الشيحني بالغرتي انه اول واحد بالعالم بيعملها كمان بالغرة انه والجلدة من قدام تبقى ضعيفة اضعف من ورا والبصلي كمان تبقى اضعف فهذه نعمة من الله يعني انا ما بقول وراطة النعمة لانه هذه النعم من الله نحنا مبينة للعالم وبتمنى العالم بس شوفني تقول سبحان الله يعني بوقتا كانت تعتبر انجاز بوقتا كانت انجاز ولكن الحكومة الليبنانية ما اعتبرتها انجاز كان في حدا من المعنيين الموصولين ومالقيت اهتمام ما كان في دعم معنوي بالقليل من الرسميين وزير الرياضة والشباب بوقتا عم تحكي صار اتصال بيني وبين ساعات الناب بسيمون ابي راميا وزلمة كانوا عم بحاول يساعدني بس كمان ما ادير نعم كمان ما بتشكروا يعني كل واحد بحاول ساعدني بتشكروا ادير او ما ادير كتر خيرون ليش شررت تقشارك من بعد هالتجربة مارون ما لقيت دعم بس هلعا لما ارجع اصدقائي كلهم انه معقولي بطل هندي بياخد البطولة وانت فيك تكسروا وقفت لفترة طويلة ايه وقفت منيها قدي يعني وقت تقريبا لالالفين وحداش لما الهندي تتصرف وما قمت بأي تجربة من هالنوع انه هي مخاطرة مغامرة كمان مخاطرة ومغامرة بس انه مش مجبور كانت انه انه خاطر بشي وما قاله اهمية يعني اذا الدولة ما مريش ما تبرته شي مهم بس هلعا اللي انا شفته التجيع اللي من برا لبنان هو اللي عم بيخليني كافة فاذا بما انه ما تلاقيت اي نوع من الدعم الرسمي هون استسلمت نوعا ما بالقليل لفترة معينة قصيت شعرك وحاولت تعيش حياة طبيعية مارون اكيد شو عملت خلال هالفترة شو اشتغلت؟ انا اساسا كمان اشتغلت فترة طويلة بالمجال الفن انت عندك ميول فنية كمان حسب معرفنا شو بتعمل؟ يعني اشتغلت مع كتير من الفنانيين وفد بمجال الحفلات والمهرجانات وعدة امور بتكتب اغاني بتلحن بتغني بتكتب اغاني بس ما نزلت عسوة وعملت غنية بصوتي عفكرة نعم واسم الغنية بدنا نعيش بدنا نعيش بتقول بهالبلد كيف بدنا نعيش ما صاري معنا ما فيش كلهم صاروا خواجات ونحنا الخدريش هادي كتبت ابعاد مع قصيت شعرك اه اه وحاولت ترجع لحياتك العادية مظلو كانت نوع من فش تخلق لقيلك مارون يعني هو الفن انا بدم الفن من انا وصغير لانه كمان باي طلع الاول بالشعر بسنة 73 وشي خلق معنا يعني بنفس البيت وباي عنده اصدقاء فنانين وبالعائلة وهاك واربينا بهالطريقة من سنة مارون غيرت رأيك قررت ترجع للمغامرة شو صار معك شجعوني كتير من الاصدقاء والاصحاب وهيك رجعوني انه انا بصراح ما بدي ارجع رجعنا انت سمعت عن خبرية البطل الهندي اللي حقق الرقم الياسي بي جر شيحني ستة طن نعم جرهم واحدة وعشرين متر واثنين سنتين انت شو كنت محقق لغاية هالوقت بوقت انا كنت موقف ممكن تعمل شيء بس شو ماكسما موزن اللي قدرت تجره لغاية هالوقت كان اربعة تون بوقت قبل ما تجر عن جديد كان اربعة تون اربعة تون فاذا قررت ترجع للمغامرة فطولنا شعرنا ادي كن شعرك اصير لما قررت ترجع اول شي انا شداتة ميلي تون كان خصلت شعري من ورز اصير كثير يعني نعم فرجينا شعرك هلق شعري هلق شعري فينا نشوف فينا نشوف طويل كثير بس بعد مشكله لازم يكون طويل حتى تقدر يعني تقوم بهالتجربة انا عندي تجارب على الطيارات شو يعني تجارب على الطيارات انا عندي اربع حركات تقريبا بيعوز فيهم طيارات شرح لنا شوي انا ما فهمت هلا الطيارات طيارة 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 مش طيارة زيري هلا في احجام طيارات نعم مش هاقلون انا طيارة وزنة خمسة وسبعين طون او مئة طون يعني اوكي انو قادر ما فينا نحنا نعمل ما نعمل بس في عندي حركة بدي عمل تجربة كنت عطيارتين مع بعضهم ليهي شو كمانجر جر طيارتين بس كل واحدة لواحد بس مع بعضهم مش ورا بعض هون قدي عم نحكي وزن مارون شد وزن هلا ما في خبرك بعد ما صار التجارب يعني قدي في اي اوزان في اطلع هاي دي خطة هلا عم بتحدي الخطة لجر طيارة انا طيارة واحدة بقدر جرا بس بدنا نجرب على انو موضوع طيارتين كيف بدي جرون نعم لما قررت ترجع لها المغامرة وترجع للتحدي شو اللي التجارب اللي قمت فيها كمان شد اوزان بشعرك انا رجعت خمسة طان ونص تقريبا قبل ما طلعت على ستة طان وقطعت ستة طان يعني كمان بخصلي صغيري من شعري جرايتها رجعت عملت تجربة على ستة طان وثمانمية كمان جرايتها صرنا نطلع شوية شوية لنشوف انو لوام نقدر نوصل انو كتر خير الله نعم حسيت خالك عم بتتقدم وعم بتقدر تزيد الوزن فهون اخذت القرار انو تشارك بمسابقة جنس كتاب جنس للارقام العالمية الياسية صحيح انا قدام الطلب من سنة ونص عى جنس شو كان مطلوب منك هون شو سار خبرنا يعني انا من سنة ونص قدام طلب عى جنس وجاني الموافقة بس لو واحدة ما عم بقدر ما بدا تجي اللجنة بعد الموافقة شو المطلوب منك شو لازم تعمل هن بيجوا لعندك انت بتروح لعندهم هي مفروض كنا نجيب لجنة من برات لبنان في لجنة بعرف بتسافر عكل الدول مزبوط اللجنة اذا بقى تجي بقى تجي عحسابنا يعني مش عحسابة هي المشكلة صارت هي مادية انو بدي استقبلهم باقتلات واملهم عدة شغلات وهون عندك عطا بكبير على الحكومة اللبنانية او الرسمية هلا بان هي انا لبناني نعم بقى الدولة بهمة ترفع قسم لبنان انا يعني حدهم وقدامهم شو بدهم وانا سبق وطلبت حتى من ثلاث الرأسة اللي عنا اللي خلينا اياهون ما حدا رد علي اجتمعت انت واحد الرسميين شرحت لهم وضعات فرجيتهم لانجيزات كمان احد الوزراء السابقين وعدني بدعم كمان ما دعمنا ليش برأيك عم تتسكر هالوايب بوجهك كانت والله ما بعرف هل معترف رسميا عالميا بلي انت بتعملك رياضة اذا جنس بوك سجلوا لغايري يعني معترف انو للأسف مبارح عم بحضر احد المحطات على الاخبار في واحدة عاملة اعلان بدأ تمارس مع مئة الف رجل لا تدخل جنس بوك هايدي اللي عم تعملوا يمكن بالعالم بيعتبروا قلة اخلاق نحنا اللي عم نعملوا نعمة من الله ما فيها ما فيها شي قلة اخلاق مثلا احد الابطال الاجانب بيجبوهن على لبنان بيشت كاميون بيجسمه ب 18 طن عملوا له هيصص ملا بالبنان ونحط منشارات الاخبار كمان ونحنا عم يحكوا عنا برا نعم انو الرجل فريد من نوعه في العالم فنحنا دائما منكرم الغريب واللي عنا مننسيهم عم تحكي مارون شوي بأهرة عم نشعر فيها أهرة لانه انت حابب يعني توصل للعالمية وتسجل اسمك بكتب التاريخ او بالفعل ومن قلبك حابب ترفع اسم لبنان بالعالي او تميز لبنان بها الرياضة هلا اولا اولا هايدي نعمة بيرجع بقليك مان الله حابب بيينها للعالم كله برجع برفع اسم بلدي كلبناني بس هلا صار الشباب العربي محملني مسئولية انو انا عم بمثل الرجل العربي يعني كل العالم العربي وانا بتشكرون انو مثلا بيشجعوني في ناس عملتلي عدة شغلات يعني بمسلا بوجه تحيي للمغرب عاملين عالم عليهم صور بعد كان في عدة دول عربية مارون اهتمت بموهبتك وقدمت لك دعوات مثل وين كان في مصر بتصوروا تونس مصر عملولي غنية جنجل يعني مصر انا كمان بجهلهم تحيي كبيري هايدي صورة لك من المغرب شو هيدا اللي عم تشوف هايدي بعطولي عالم من المغرب وعليه امضايات من ورا عالمي مارون رياشي هذا تأدير اللي عم تشكرون انو هذا شاب كمان قام بالخطوة اسمه محمد فضلاوي انا بتشكره فكتر خيره ازاي ما بيعرفني شخصي كمان عبر الانترنت شاف شو عم بعمل انعجب بكمان مثل مصر عمللي غنية اسمه مارون نعم فانا بوجه تحيي لبلد الازهر اللي عامل غنية اسمه مارون بوقت فننين كتير عملها غنية لالك مصبوط كتحية بوقت انا بشوف فننين كتير بيغيروا اسميه اللي يغنوا بغير مطارح نعم يعني بقولهم لمصر مارسي كتير وعبروا انو شعب حضاري فعلا وشعب ما عنده تمييز واللي غنى الغنية اسمه خالد مصطفى بوجهه تحية ما كان بيعرفني شخصي واللي انتج الغنية اسمه شعاب ياسين كمان ما في معرفة شخصية يعني مباشرة مارون بتقول انو الموهب اللي عندك نعمي من عند الله يعني ما بدا تدريب ما بدا تحذير حتى ما بدا وسيل مقوية للشعر ما بتتحذر ابدا هلأ فيه مختبر عم يشتغل عن موضوع شعري بالنسبة لشامبوين معي يعني هل فحصت شعرك هل تركيبة شعرك تختلف عن تركيبة شعرنا هل في شي غير طبيعي بشعرك هدا انا صراحة شو قالوا لك بالمختبر بعد انو بدي شوفوا بدي اخترعوا شي شامبوين ليسى انو عادي ولكن تركيبة شعرك نوعية شعرك طبعي يعني شعري مثل شعرك انا اذا ربطت شعري وبطر جرشي ما بتسوي ما اعملوا شي بعد اختبارات شو نوع شعري وشو نوع البصلي او شو ما عندك الدعم المادي وما عندك قليل الدعم المعنوي بالقليل الرسمي عندي دعم معنوي من دول برا شو الدافع لك هلأ يعني شو اللي بيخديك تكمل بهالطريق الصراحة اللي مشجعني دعم بيشجعوني برات لبنان دعم شاجعوك بالمخاب نعم مثلا مصر بلد الميت مليون انا بسميه مصر عم فكروا فيه مثلا اذا بعمل فيلم سينما يمكن بيصدغلوا هالموضوع المغرب بلد جدا مهم والجزير وتونس وهيك فانا اكيد لبناني وبحب بلدي وعم بعمل مستحيلة ارفع اسم بلدي البطل الهندي اللي حقق الرقم اليس الموجود بيك تيب جنس شو هو الرقم اللي وصله ثماني تون ستة تون بيكامل شعره بكل شعره حتى لو بخصلي من شعره يعني انا اول شي عملت بالغرة الغرة اول واحد يعملها بالعارة يعني ما حدا سبقك عليها؟ والستة تون اللي هو سحبها بيشعر وهو ضخم عفكرة منو ضعيف يعني فبسحب ليهن انا باصغر خصلي كانت الث سحبت ثمانة تون كتر خير الله هادي وبخصلي من شعرك بغرتك سحبت تلتة عشر تون ونص لا بالغرة من قدام سحبت تلتة تون وخمسمية وخمسة وستين وثلتة عشر ونص بشو بكل شعرك؟ بس في اسحب اكتر عفكرة يعني ما عم بعطي كل شي ضغري فرد ما بيصير معك اوجاع ظهر، قليم، اسار جنبيلي؟ الحدي طلق مفيش شي كتر خير بسم الله بسم الله عليك يعني قاعد قدامك والحمد الله كل شي طبيعي ان شاء الله بتدلة بصحتك ماروس ناس كتير وعدنا بمفاجأة بالطيارة أو باكتر من طيارة في كتير مفاجأات انا سبق من فترة طلبت من احد كبار ضباط وزار الدفاع انو طيارة هليكوبتر تحملني بيخصلي من شعري وتنقلني من مكان لمكان يعني من مدينة لمدينة فاعتبر الفكرة كتير خطرة انو مستعدت خاطر بحياتك؟ قال لي اعمال فكرة تانية انو قلت له انو حطولي حبل الامان ما عندي مشكلة وانا بمضي انو انا مسؤول عنها ما عندك مشكلة تخاطر بحياتك حتى تحقق اللي انت بدك ايه؟ اذا شي برجع بقلك اذا شي بيرفع اسم بلدي فنحن عم نستشهد لنرفع اسم لبنان ويخلي لبنان يعني فموال مشكلة شكرا للك مارون رياش ان شاء الله منشوف اسمك قريبا جدا بيكتاب جنس للارقام الاي اي سي اي و الله يحميك مارسي كتير للكم ومارسي لأستضافتكم لألي ومارسي للفرق العمل اهلا وسهلا وقفي مشاهدينا ومنتابع اللايف اشتركوا في القناة